أهلا بكم مجددا أعلن متحدث باسم حركة طالبان أن الحكومة الجديدة في أفغانستان لن تعلن قبل السبت على أقل تقدير وذلك بعد تسريبات عن إتمام تشكيلها الجمعة تأخر طالبان في إعلان تشكيلة حكومتها يأتي في وقت تبينت فيه مواقف المجتمع الدولي من الحكومة الجديدة وطريقة التعامل معها سيتعين على الأفغان والمجتمع الدولي الانتظار لفترة أطول قليلا لمعرفة شكل الحكومة الجديدة التي يتوقع أن تشكلها حركة طالبان فبعدما كان متوقعا أن تبصر الحكومة النور برئاسة الرجل الثاني في الحركة رئيس المكتب السياسي عبدالغني برادر الجمعة أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لن يتم الكشف عن الحكومة قبل السبت على أقرب تقدير وبالرغم من التكتم نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحركة قوله إن محمد يعقوب ناجل مؤسس الحركة المل محمد عمر سيسند له منصب رفيع في الحكومة وأشار إلى أن القادة الكبار للحركة وصلوا إلى كابل لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة العديدة الحكومة المنتظرة ستكشف مدى التزام طالبان بوعدها تشكيل حكومة شاملة تطمئن الأفغان والمجتمع الدولي وستشكل اختبارا للرغبة التي أبدتها بالتغيير ولعل أولى الاختبارات تتمثل في التعامل الطالباني مع النساء وإمكانية تقلدهن مناصب رفيعة في الحكم الجديد وهو الأمر الذي دفع ماشطات أفغانيات للنزول إلى الشوارع في تظاهرات نادرة للمطالبة بحق العمل والاحتجاج على تغييب المرأة عن مؤسسات الحكم وفي الانتظار يبقى أن مواقف المجتمع الدولي من التعامل مع حكومة طالبان تتفاوت بين دولة وأخرى الأمين العام للنيتو يانس ستولتنبرغ أعلن أن دول الحلف ستبحث ملف الاعتراف بالحركة تبعا لأفعال الحكومة الجديدة كما قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التنسيق للحفاظ على وجود أوروبي في كابل إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك كما قال وزير خارجية التكتل جوزاب بورال معتبرا أن مواصلة عمليات الإجلاء تحتاج اتصالا قويا بالسلطات القائمة هذا واعتبر وزير خارجية المملكة المتحدة أنه بالرغم من أن بلاده لن تعترف قريبا بحكومة حركة طالبان فأن هناك مساحة مهمة للحوار مع الحكام الجدد لأفغانستان بحسب قوله في المقابل تعهدت الصين باستمرار العمل في سفارتها بكابل وزيادة مساعدتها للبلاد في حين أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتصرف طالبان بشكل متحضر كما قال فيما لم تظهر بعد بوادر العلاقة الروسية الطالبانية المستقبلية وللمزيد من التعليق ينضم إلينا من كابل محبو الله شريف المحلل السياسي ومن لندن عبر خدمة سكايب وفيق مصطفى العضو في حزب المحافظين البريطاني أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد شريف كيف تبرر حركة طالبان تأخير إعلان حكومتها الجديدة أولا اسمحوا لي أن أقدم تحيتي لكم ولضيفنا الكريم من بريطانيا وكذلك لجميع مشاهدين الكرام عبر قناة الحرة نعم حركة طالبان يعني عندما أعلنت بأنها سوف تعلن عن حكومة شاملة ما سوف تشمل جميع العرقيات والجهات السياسية في أفغانستان وما عدا حركة طالبان هذا الأمر كان نبأا عظيما وربما تقدما وتغيرا لحركة طالبان أمام أكثر الذين كانوا يعتبرون الحركة بأنها لا تتغير وهي نفس تلك الحركة التي كانت في التسعينيات من القرن الماضي ولكن هي الآن تحاول بكل خطوة وبكل إجراء أن تثبت للعالم بأنها تغيرت ولا تزال تتغير وهي سوف تكون موازية ومتابعة لجميع المعايير الدولية التي قابلة للتنفيذ في أفغانستان وكذلك هناك أول اختبار في هذا المجال سوف يكون إعلان الحكومة الشاملة إن كانت بالفعل شاملة حسب المعايير الدولية وحسب مقتضيات المجتمع الدولي وكذلك دول الجوار والقوى الإقليمية فأعتقد أن هذا الأمر سوف يكون فوزا كبيرا لحركة طالبان وإن لم تكن كذلك فلا تستطيع أن تلوم غيرها فإنها سوف تلوم نفسها فيما قدمت من عمل غير لائق لقبول المجتمع الدولي وأكثر من ذلك لقبول الأفغان الشعب الأفغاني الذي ينتظر حاليا حتى يسمع ويرى حكومة شاملة وحقيقية وأن تكون قابلة لتنفيذ جميع الحقوق وحماية حقوق المرأة وحقوق البشر وكذلك حقوق الإنسان وحرية التعبير والعلاقات الدول ويعني جميع التعاملات الدبلوماسية حسب المعايير الدولية نعم إبقى معنا سيد شريف نذهب إلى سيد مصطفى في لندن من خلال مقالة وزير الخارجية البريطاني ما الذي تنتظره لندن من حركة طالبان تشكيلة الحكومة ومستوى التمثيل فيها أم الإجراءات والقرارات التي ستتخذها بعد فترة قصيرة من أعلانها والحقيقة يبدو بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بصفة عامة أن هناك نعم التفاؤل لأن طالبان الجديدة أو الجيل الجديد هو كالرد فعل لحكومة فاسدة ليس لها أرضية شعبية وهربت في مجرد الكوات الأمريكية هربت من البلاد وبالتالي طالبان يجب أن تستخدم وتصور أنها نتاج جديد جدا ليس نتاج الحرب الباردة من 30 سنة ولكن نتاج وضع سياسي جديد وبالتالي ستحاول أن تعمل اتصالات وترضي الدول الأوروبية والأمريكا وبريطانيا بطرق مختلفة وكما نرى هناك مظاهرات نساء حاجة جديدة ما الذي ينتظره المجتمع الدولي لإرضائه إذن من هذه الحكومة المرتقبة؟ أهم حاجة أن يكون في استقرار وتكون في أقل من ناحية الدينية أن يكون في سياسة لحكم البلاد لأن العدد السكان زاد تقريبا ضعف وبالتالي والشكل هو ستكون يغلي على بعضه فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية فيرت أولوياتها وعادت تقييم سياساتها وبالتالي طالبان عليها أن تأخذ ذلك في الاعتبار وبدون مساعدة دلالات المتحدة الأمريكية والغرب طالبان لن يمكنها أن تستمر في العقل وغالبا أفغانستان تدخل في حرب عالية أخرى فبالتالي من ناحية البراجماتية أعتقد طالبان فيها نوع من التفاعل الجديد قام معنا سيد مصطفى نعود مرة أخرى إلى سيد شريف هناك تسريبات كثيرة عن وجوه داخل الحركة في الحكومة المرتقبة مع هذا الذي يجري في بنشير كيف يؤثر ذلك على المرتقب من تمثيل مختلف داخل هذه الحكومة لا بد أن ننظر إلى سياسة وخطوات حركة طالبان من ناحيتين مختلفتين الناحية الأولى أو البعد الأول لا بد أن ننظر إلى الحركة بأن هناك قادة ميدنيون في الحرب وفي القتال هم مسيطرون على الوضع في حركة طالبان ودائما هم يلجأون ويميلون أكثر شيء إلى الشدة وإلى موقف صارم وعدم أخذه في البال أي شيء سوف يترتب على تلك المواقف لكن في ناحية أخرى أو من بعد ثاني هناك شخصيات بارزة في حركة طالبان وهي تعودت وعرفت وجربت علاقات دبلوماسية وتعرف مدى علاقات مدى تأثير علاقات مع الدول ومع الجهات المختلفة على بقاء الحركة وبقاء سلطتها وبقاء حكمها في كابل وليس فقط في كابل إنما في التاريخ لأبعد زمن حتى يمكن لهم بأن يسيطروا على الوضع وهم الآن يعرفون بأن تكون هناك موازنة بين شدة القادة الميدنيين في الحركة وفي نفس الوقت بين تلك المعايير التي لا تتنازل عنها المجتمعات الدولية والمجتمع الدولي يصر على ذلك وتطلم من حركة طالبان يعني التنفيذ واحترام تلك المعايير أنا أعتقد أن الآن في الحركة هناك موازنة وهذه الشخصيات التي تم تصريبها كما تعرفون بالفعل يرى من هذه التصريبات أن الحركة تنقسم مباشرة إلى قسمين وكل قسم له مرشح مثلا الملة محمد يعقوب مجاهد النجل للملة محمد عمر الزعيم المتوفى لحركة طالبان أو زعيم الأول لحركة طالبان أو الأب الروحي لحركة طالبان لا يمكن أن تتنازل عنه القوات المصلحة أبدا وهو سوف يكون في منصب رفيع المستوى وفي نفس الوقت الملة عبدالغني برادر يعني تقريبا ينوب القسم السياسي والقسم الذي يعرف العلاقات وتعود على الدبلوماسية فكذلك هو على مستوى يعني رفيع المستوى في الحكومة القادمة يعني حسب ما أرى أن هناك سوف يكون توازن بين هتين الجهتين في السلطة القادمة لحركة طالبان وسوف تكون هناك شخصيات بعض شخصيات خارج حركة طالبان لكن أن تكون حاملة لفكرة الطالبان كذلك في الحكومة وبتلك الشخصيات سوف تسمى الحكومة حكومة شاملة وسوف تقدم إلى المجتمع الدولي لكي يعترفوا بها ويعتمدوا عليها وأن تكون مقبولة لديه نعم سيد مصطفى شرت إلى هذه التظاهرة أمام القصر الرئاسي في كابل اليوم مسألة التمثيل النسائي في هذه الحكومة المرتقبة والتشكيل هذه الحكومة من بعض وجوه من الحكومة السابقة أو كذلك من أقليات أخرى في البلاد هل يبدو ذلك أولوية للمجتمع الدولي وهو ينظر إلى اعترافه بهذه الحكومة أولوية كبيرة جدا أنا اتفق مع زميلي كذلك هو الحقيقة طالبان تعرف تماما أنها تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية وتحتاج الغرب أكثر من الغرب ما يحتاج أفغانستان أفغانستان فقدت قيمتها الاستراتيجية بالنسبة للغرب من فترة وبالتالي الحكومة الأمريكية تنسحل ولا حد ما يحتاج الطاقة في الشرق الأوسط أصبح الاهتمام به الاحتياج له قليل جدا ويتأكل خلال الخمس أو ستة عام القادمة وامتداد سياسة بايدن والفريق معه في وزارة الخارجية أو في الـ CIA المخابرات الأمريكية تقريبا متفقين على خطوة عادة تقييم الموقف في أفغانستان والشرق الأوسط بأكمله وأعتقد أن طالبان تفهم ذلك تماما وخاصة أن هناك جيل متعلم في أفغانستان لم يكن موجود من قبل هناك جيل قوي والمظاهرات دليل على ذلك المظاهرات البنات الستات مستحيل تلاقي المظاهرات في دولة عربية قمعية زي مصر أو السعودية أو غيرها فأعتقد أن هناك أمل كبير جدا كذلك والحقيقة ليس هناك خيار آخر الخيار أمامهم أم حرب أهلية أم أن يكونوا جزء من المجتمع الدولي لكن سيد مصطفى وهي هذين الجانبين في الداخل حركة طالبان الجناحة السياسية الذي تواجد في الدوحة على مدار السنوات الماضية ومن قد المعارك خلال السنوات الماضية أيضا كيف سيصير التعامل معهما من الغرب هو الحقيقة الغربية كما ترى أنه يعني أعطى جزر كبيرة جدا أنه قد يعترف بالحكومة لو أنه لم يعترف رسمي ولكن على استعداد التعامل معها وأن تصرف الحكومة في الناحية الانتخابية في الديمقراطية في الاقتصاد سيكون دليل كبير جدا على إحراز تقدم في العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فأعتقد أن هناك أمل كبير جدا لأنه يعني حتى لو في انكسام داخلي ولكن انكسام دائما سيكون موجود يعني نحن نتكلم على الشرق الأوسط الشرق الأوسط كله مليان تحديات ومليان مشاكل سياسية دينية عرقية وهكذا فأعتقد أن هناك أمل كبير وخاصة الحكومة يعني فيها الكرزاي وفيه غيره فيه ناس كتير من النظام السابق أو من الوضع السابق موجودين على الأرض وهي تحاول أن ترضي الداخل والخارج في وقت واحد فأعتقد أن هناك أمل خلال الأسبوع القليلة القادمة أن يكون فيه تغير فيه نظرة طالبان وكذلك تكل الهجرة الناس للطبقة المتوسطة التي تتحمل مسؤولية إدارة الدولة يلا يجب أن تهرب من داخل البلاد لأن لو هربت البلاد ستبقى بدون إدارة داخلية إدارة محلية سيد شريف المعركة الدائرة الآن على حدود بنشير ما تأثيرها على هذه الحكومة وعلى تمثيل الطجيب فيها أولاً بنسبة لبنشير الآن وقبل قليل كانت هناك إطلاق رصصات متعددة ومتناثرة هنا في كابل وكنا لن نستطيع نخرج إلى الجو ونعطي بث مباشر لأي قنوات لأن إطلاق رصاصات كانت مكثف جداً وأطلعنا بأن أولاية بنشير سقطت لصالح حركة طالبان مع أن أمر الله صالح قال بأنه لازال موجود في بنشير ونفى هذا الخبر من صحته على أي حال حتى لو سقطت أو لم تسقط بدون شك حركة طالبان وحماسها الآن والنشوة للفوز والفتح في مقاتليها أنا أعتقد بأن هذا الأمر سوف يسهل لحركة طالبان أن تسيطر على بنشير ولو سقطت بنشير فهذا يعني بأن حركة طالبان سيطرت على جميع أفغانستان فلما سيطرت على جميع أفغانستان هناك يعني دورين أمام حركة طالبان الدور الأول كما كانت في التسعينيات وهذا الدور مرفوض من شعب الأفغاني ومن المجتمع الدولي على حد سواء أما الدور الثاني المتغير ويعني مغاير تماماً لما كان هناك أو شيئاً ما يعني مغايراً لمكان فأعتقد أن هذا الشكل وهذه الطريقة وهذه الخطوة سوف تكون يعني على الأقل مقبولة لدى الشعب الأفغاني ولدى المجتمع الدولي وحركة طالبان حسب ما أعتقد تحاول بقدر ما يمكن لها لا بد أن معذرها وفي بعض الأمور لأنها لا تستطيع يعني بين عشية وضحاها تغير كل شيء أسأل الجانب الصحفي فيك سيد محب الله شريف سريعاً هل ننتظر الحكومة الأفغانية الجديدة غداً أم ماذا أنا يعني لست مع هذه التكهنات التي ينشرها بعض الأخوة الصحفيين وأنا أخالفها تماماً أنا إذا ما كانت لدي مصادر موثوقة ومصرة وتعترف على ما هي الحقيقة لا أستطيع أن أنشر شيء لكن هناك مصادر بالفعل قالوا لي أن الأمر قريب وعلى وشك إعلان فعلى وشك إعلان منذ ثلاثة أيام قالوا لي أنا كنت أتوقع في ذلك اليوم إلى المساء سوف نسمع الحكومة لكن اليوم جمعة انتهت وغداً يوم السبت فنحن نتوقع على أكبر احتمال أن تعلن حكومة جديدة غداً في أفغانستان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محب الله شريف من كابل ومن لندن عبر خدمة سكايب وفيق مصطفى العضو في حزب المحافظين البريطاني شكراً جزيلاً لكم وترجمة نانسي قنقر